اختلاطات الداء السكري تصيب الأعضاء اللي منسميها الأعضاء النبيلة واللي هي الدماغ، القلب، الشرايين، العين والكليتين أي إصابة في هذه الأجهزة اللي تسمى بالأجهزة النبيلة لأنها لا يمكن تعويضها فأي إصابة تحدث فيها مع الأسف لا يمكن تعويضها وبالتالي لازم المريض السكري يكون حريص جداً أنه ما يصل لمرحلة أي إصابة أو تخرب في هذه الأعضاء الهامة جداً ويكون هذا عن طريق الفحوص الدورية المستمرة والمتابعة مع الأطباء الاختصاصيين سواء عن طبيب العيون مريض السكري لازم يفحص عيونه مرة كل سنة ويعمل تصوير للشبكية المراجعة الدورية للطبيب الباطنية والقلبية إصابة الكليتين هو من الاختلاطات أو المضاعفات لكثيرة الحدوث خاصة عند السكريين اللي ما بيلتزموا بالدواء أو ما بيلتزموا بالحمية الغذائية والنشاط الفيزيائي المطلوب لضبط الداء السكري والفشل الكلوي من أهم وأخطر الأعراض أو الاختلاطات اللي ممكن تصيب الداء السكري اشتركوا في القناة